اشتركوا في القناة الموازنة العامة وشفنا ان فيها عجز كبير في الموازنة العامة للدولة في المحاضرة دي هتكلم عن مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة يعني طالما فيها عجز بقى العجز ده لازم يمول او يسدد فهيسدد العجز ده او يمول منين في عندي مصدرين من مصادر تمويل عجز الموازنة فيه التمويل المحلي للعجز والتمويل الخارجي للعجز التمويل المحلي ده له ثلاث مصادر تمويل المحلي للعجز يعني هاقترد من داخل مصر لتمويل العجز ده تمويل محلي يا إما هاقترد من الجهاز المصرفي الوطني اللي هي البنوك هاقترد منها عن طريق الحكومة هتبيع لها حاجة اسمها أزون الخزانة والسندات الحكومية ده أول مصدر من مصادر الاقتراض المحلية وده أهم وأكبر مصدر لتمويل عجز الموازنة في مصر طيب إيه بقى مشكلة النوع دوت أو الاقتراض من البنوك إنه بيزاحم استثمارات القطاع الخاص يعني بدل البنوك ما كانت توجه القروض للإستثمار بقت بتوجهها لتمويل عجز الموازنة اللي هو الموازنة العامة للدولة طيب المصدر الثاني هو الاقتراض من القطاع غير المصرفي كلمة غير مصرفي يعني التأمين شركات التأمين وهيئة التأمينات ووحدات القطاع العام ذات الفائد أي وحدات عندها إيه فائد زي هيئة التأمينات والمعشات هيئة التأمينات الفلوس بتاع التأمينات للموظفين اللي بدفعوها لإستراجات الشهرية دي معا مبالغ كبيرة جدا فالحكومة بتقترض هذه المبالغ من هيئة التأمين يبقى المصدر الثاني من مصادر التمويل المحل العجز هو الاقتراض من القطاع غير المصرفي اللي هي هيئة التأمينات المصدر الثالث للتمويل العجز هو الاقتراض من البنك المركزي كلمة اقتراض من البنك المركزي ده يعني اسمه تمويل تضخمي يعني ايه تمويل تضخمي يعني طبع النقوط يعني الحكومة تطبع فلوس طب وتطبع فلوس ايه المشكلة وايه العيب في الموضوع ده ده هيرفع معدل تضخم يعني الأسعار هتزيد لأن هنا كده المعروض النقدي هيزيد بدون ما يقابله زيادة في الانتاج وبالتالي الأسعار هتزيد يبقى دي المصادر التلاتة للتمويل المحل العجز والتمويل الخارجي بقى حكتين يا إما اقتراض أو مصدرين من هيئات ومنظمات دولية زي الاقتراض من البنك الدولي وسندوق النقد الدولي دي الجهات دي بتقرض الدول النمية طيب عيب المصدر ده المشروطية المرتبطة بالاقتراض ده يعني هتقترض من البنك الدولي سندوق النقد دي لهم شروط شروط سندوق النقد للاقتراض اللي هي زي تعويم قيمة الجنيه أو تخفض قيمة الجنيه وتخفض دعم الطاقة والقيمة المضافة اللي هو فرضهم على مصر يبقى المنظمات دي بتقرض بسعر فايدة قليل ولكنها لها شروط هذه الشروط قد لا تكون بالضرورة في صالح الدول النمية ولو انا مش اقترض من المنظمات دي يبقى هاقترض من بنوك تجارية بنوك تجارية اجنبية خاصة يعني عبها ان سعر الفايدة عالي هتروح تشتري هتقترض زيك زي اي حد من السوق وبالتالي هتقترض بأسعار فايدة عالية جدا في السوق يبقى دي تمويل في مصدرين عندي للعجز تمويل ايه محلي وتمويل خارجي التمويل المحلي هترتب عليه دين عام محلي او الدين العام المحلي او الداخلي والتمويل الخارجي هيترتب عليه دين عام اه خارجي او اللي هي القروض الايه الخارجية طيب خليني بقى هتكلم في الفصل الخامس والاخير من المالية العامة اللي هو القروض العامة والدين العام الداخلي والخارجي طيب عالوا بقى احنا كلمنا عن الاكتراض وانا باقترد ليه عشان اسد العجز يبقى اذا انا عندي عجز في الموازنة العامة للدولة اللي هي النفقات اه اعلى من الايرادات او الايرادات غير كافية لتقدير النفقات وبالتالي لابد من الاكتراض لسداد هذا العجز وقلنا الاكتراض ده اما داخلي داخلي او اكتراض محلي او تمويل محلي العجز فاذا ترتب عليه بينشئ حاجة مفهوم اسمه الدين العام الداخلي او اكتراض خارجي تمويل خارجي ده العجز يترتب عليه الدين عام خارجي طيب ايه هي اساسا تعالوا نعرف القروض بقى ايه هي القروض ايه هي القروض العامة القروض العامة تعرفها ايه بقى يمكن تعرفها بانها مبلغ من المال يبقى دي فلوس تحصل عليه الدولة الدولة اللي بتاخده من الأفراد الطبيعيين الأشخاص يعني أو المعنويين أو من شركات وهيئات يبقى فلوس بتاخدها الحكومة من الأفراد الطبيعين أو الايه سواء كانوا مقيمين داخل الدولة حلو مقيمين داخل الدولة يبقى دين عام داخلي أو خارجها يبقى دين عام ايه خارجي يبقى لك بتاخدها الحكومة من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين سواء كانوا مقيمين داخل الدولة فيسمى دين عام داخلي او خارجها يبقى دين عام خارجي وفي مقابل ذلك تلتزم الدولة بسداد اصل القرد في مقابل ده الحكومة لازم ترجع الفلوس لاصحابها يعني لازم تسد اصل القرد طب اصله بس لا وفقا لما يقتضيه عقد الانتفاق زي ما في العهد مكتوب وكذلك مبلغ اضافي يمثل الفايدة على القرد يبقى الحكومة لازم تسد او ترجع القرد بالاضافة للفايدة بتاعته حسب الاتفاق في عقد القرد يبقى ده القرود العامة مبالغ باختصار بتقترضها الحكومة من افراد طبيعيين او معنويين سواء كانوا منقيمين داخل الدولة او ايه او خارجها منقابل التزامها بسداد اصل القرد والفايدة وفقا لما يقتضيه عقد الاتفاق محددات القرود العامة يعني ايه محددات القرود العامة يعني الى اي مدى ستستمر الدولة في الاقتراض هل هناك عوامل تحد من قدرة الدولة على الاقتراض او في عوامل بتحدد قدرتها على الاقتراض يبقى هنا بيقول لك ان قدرة الدولة على الاقتراض ليست عملية مفتوحة يبقى الحكومة مش اي وقت عايزة تقترد تقترد لكن فيها عوامل بتحد من قدرتها يمكن ان تلجأ اليها الدولة في اي وقت تريده فتحصل على ما تشاء من الايرادات العامة في شكل قرود فالمسألة ليست بهذه البساطة بل تتوقف على مجموعة من العوامل تسمى بمحددات القرود العامة المحددات دي عبارة عن اول حاجة حدم المدخرات الخاصة هي الحكومة اساسا هتقترد مدخرات خاصة فلو فيه مدخرات خاصة كبيرة فالحكومة قدرتها على الاقتراض تزيد والعكس صحيح يعني لو افراد معهم فلوس كتير فالحكومة قدرتها على الاقتراض تزيد ما معهمش فلوس كتير ما عندهمش مدخرات خاصة كتيرة فقدرتها على الاقتراض ايه؟ هتبقى اقل يبقى فيه علاقة تردية بين حجم المدخرات الخاصة وقدرة الدولة على الاقتراض العامل التاني سعر الفايدة على السندات الحكومية مش الحكومة بتقرد بالفايدة وتدفع فايدة على السندات أو الأزون قزنة العلاقة هنا هتبقى كل ما سعر الفايدة يزيد قدرة الحكومة على الاقتراض هتبقى أقل يبقى العلاقة عكسية بين سعر الفايدة على السندات الحكومية وقدرة الحكومة هنا أو الدولة على الاقتراض العامل التالت من عوامل أو من العوامل التي تحد من قدرة الحكومة على الاقتراض هي درجة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي استقرار سياسي يعني البلد مستقرة سياسيا يعني فيه برلمان وفيه رئيس وفيه حكومة ما فيش قلق يعني واستقرار اقتصادي يعني المؤشرات الاقتصادية تمام والدنيا كويس واجتماعي والمجتمع متماسك وكل حال كل ما يزيد الاستقرار السياسي والاجتماعي كل ما تكون قدرة الدولة على الاقتراض أكثر والعكس صحيح العامل الرابع هنا قدرة الدولة على خدمة قروضها خدمة القروض أو خدمة الدين حكتين هي أقصات الدين وفوائدها وبالتالي كلما كانت الدولة أو الحكومة قادرة على سداد أقصات الدين وفوائده كلما كانت أكثر قدرة على الاقتراض يعني لو الحكومة بتقترض وبتسد وعندها قدرة مالية كبيرة أنها تسد القروض في موعدها بأقصاتها بفوائدها فهي كده الأفراد هيقردوها تاني وبالتالي قدرتها بتزيد على الاقتراض العامل الخامس والأخير من محددات القروض العامة هي العلاقات أو هو العلاقات السياسية بين الدولة والعالم الخارجي كلما كانت الدولة ترتبط بعلاقات سياسية قوية مع العالم الخارجي كلما كان ذلك عاملا من عوامل التي تزيد من قدرتها على الاقتراض خاصة الاقتراض الخارجي يعني لو علاقتي بالدول اللي بره كويسة الدول دي ممكن تسلفني الدين العام الداخلي الدين العام الداخلي بينشأ إمتى؟ بينشأ نتيجة للتمويل المحلي للعاجز يبقى إذا هنتكلم عن الدين العام الداخلي ليه؟ لأن فيه تمويل محلي للعاجز الدين العام الداخلي ده هو المبالغ التي تقتراضها الجهات الحكومية من مصادر داخلية أو مقم داخل مصر علشان نعمل إيه؟ لتمويل عجز الموازنة ونتيجة للزيادة المستمرة في عجز الموزن العامة للدولة طالما أن هناك زيادة في العجز واتجاه الحكومة للتمويل هذا العجز من مصادر محلية ذا الاقتراض من البنوك زي ما قلنا وبين خلال إصدار أزون خزانة وهيئة التأمينات وغيرها هيزداد حجم الدين العام الداخلي وفعلا زداد وهكذا طيب هنشوف هنعلق على الدين العام الداخلي من خلال الرسم البيان التالي اللي بيعبر عن حجم الدين العام الداخلي وتطوره في آخر عشر سنوات في مصر هنشوف كده حجم الدين العام ده في آخر عشر سنوات من يونيو 2010 إلى يونيو 2019 وكلمة يونيو هنا لأن الدين اللي سنة المالية بتاع الدولة بتنتهي في تلاتين ستة يعني في تلاتين ستة في البداية في تلاتين ستة الفين وعشرة أو يونيو 2010 كان حجم الدين الداخلي في مصر تمنمية تمانية وتمانين وسبعة من عشرة مليار جنيه دبل مليار جنيه كانت نسبته من الدخل من نتج المحل الإجمالي كان نسبته تلاتة وسبعين وستة من عشرة حوالي يعني تلات تربع الدخل القومي وعبارة عن دين عام داخليه الدين ده بدأ يتجه إلى الزيادة فضل يزيد لغاية يونيو 2016 في يونيو 2016 وصل ذروته بلغ كرقم مطلق 2620.7 مليار جنيه بنسبة 96.7 من عشرة من النتج المحل الإجمالي في السنة دي اللي هو في يونيو 2016 من بعدها بقى الحكومة في السنة اللي بعدها بدأت تطبق برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي هنلاقيه النسبة دي نسبة الدين العام الداخلي كنسبة من الناتج هتقل هتتجه إلى انخفاض على الرغم من أن الدين العام الداخلي سوف يزداد كرقم مطلق يبقى الدين العام الداخلي شايفينه العمود الأزرق ده بيكبر يعني الدين العام الداخلي يزداد كرقم مطلق آخر رقم وصل ليه في يونيو 2019 يعني في 36 2019 كان حجم الدين العام الداخلي في مصر بالمليار جنيه 4288 وتسعة من عشرة مليار جنيه تقريبا 4.3 من عشرة تريليون جنيه تريليون ألف مليار أو 4300 مليار جنيه ده كرقم مطلق ولكن نسبته من الناتج المحل الإجمالي آخذة في الانخفاض كانت في يونيو 2016 96.7 انخفضت ل91 في السنة اللي بعدها ثم 83 ثم 80 السنة المالية الأخيرة عندنا هنا اللي هي 18-19 مستهدف الدين ده 80.6% من الناتج يبقى برنامج الانخفاض ده نزل ليه بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي يهدف هذا البرنامج إلى تخفيض الدين العام كنسبة من الناتج يعني يخفض النسبة مش كرقم مطلق طب وبيخفض النسبة ازاي؟ مش النسبة ده حسبت ازاي؟ أسمنا الدين على النتج المحل الإجمالي وضربنا في مية يبقى أنت ممكن تخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحل الإجمالي من خلاله تخفض حجم الدين نفسه أو زيارة حجم الناتج الحكومة دلوقتي بتزود معدل النمول الصديق أو بتزود حجم الناتج عشان لما تيجي تقسم الدين عليه يبقى يبقى نسبته تقل وبالتالي الحكومة كل ما دخلها يزيد كل ما زيدي بيه زيد يبقى قدرتها على الاقتراض بتزيد نشوف بقى اتكلمنا عن الدين العام الداخلي هنتكلم عن الدين العام الخارجي والدين العام الخارجي هنا دي الأموال اللي احنا اقترضناها من مصادر ايه؟ خارجية طب تعالوا نشوف ايه الدين العام الخارجي ده يبقى الدين العام الخارجي ده الشق التاني للدين العام عبارة عن المبالغ المقتردة بالعملة الأجنبية يبقى ده بالدولار ده كده المبالغ دي بالإيه بالعملة الأجنبية يعني بالدولار من العالم الخارجي سواء كانت من منظمات الدولية زي صندوق النقدة أو البنك الدولي أو حكومات أجنبية أو مؤسسات تجارية وحجم الدين العام الخارجي في مصر كان فوض المستقر فترة طويلة من التسعينات لغاية 2011 كان الدين العام في الحدود حوالي من تلاتين تلاتة وتلاتين مليار دولار ولكن بعد ثورة خمسة وعشرين يناير بدأ حجم الدين العام الخارجي يزيد زيادة كبيرة وخاصة بقى مع تطبيق الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد والبنك الدولي في 2016 زي ما هنشوف من الشكل البياني في الإصلايد اللي جاي طيب هنشوفه في الإصلايد اللي جاي ده تطور حجم الدين العام الخارجي بصوا كده حجم الدين العام الخارجي كان قبل ثورة يناير يعني في تلاتين ستة الفين وعشرة كان كام كان تلاتة وتلاتين مليار دولار اهو تلاتة وتلاتين وسبعة من عشرة مليار دولار قبل ما تتصورة بنسبة كم من جاي دي بي بنسبة خمستاشر وتسعة من عشرة حوالي ستتاشر في المئة من الناتج المحل الإجمالي في السنة اللي بعدها يعني أربعة وتلاتين وتسعة من عشرة لسه في الحدود الأمين اهو بنسبة خمستاشر وتنين من عشرة اللي بعدها برضو قال لك رزمة من الناتج واللي بعدها بدأ يزيد هنا اهو في يونيو الفين وتلات عشر بدأ اهو بدأت الزيادة اهو من كان لسه لغاية دلوقتي الفين واثناشر اربعة وتلاتين بقى تلاتة واربعين بقى تلاتة واربعين يعني حوالي تسعة مليار دولار اقتراض في السنة دي بعد كده اه 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 يعني زاد زيادة بسيطة برضو لستة واربعين وبقى تمانية واربعين في يونيو الفين وخمستاشر والفين وسنتاشر وصل خمسة وخمسين لغاية هنا معدل زيادة في الدين العام معقولة ما زالت برضو ده خمسة وخمسين ايه مليار خمسة وخمسين وتمانية من عشرة وبالنسبة كامل ناتج تمانتاشر وتلاتة من عشرة لكن بص بقى من يونيو الفين وسبعتاشر لما طبقنا برنامج الإصلاح الاقتصادي في الثلاث سنوات دول 2017 و18 و19 الثلاثة دول دي الفترة بتاع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي هتشوف بقى الدين العام اهو بص بدأ الدين العام يكبر الخارجي اهو من 55 نط مرة واحدة كده لتسعة وسبعين يعني حوالي في سنة واحدة تقريبا اربعة وعشرين مليار دولار في اقتراض في سنة واحدة فبدأ يرتفع من 18% لكام ل41% من عشر في المية من الناتج زاد زيادة كيبقى انت لاحظ النط الكبيرة جدا والزيادة في حجم الدين العام الخارجي نتيجة لارتباط الحكومة بمرنامج إصلاح اقتصادي اقتردت من البنك الدولي ومن صندوق النقد الدولي لكن في السنوات اللي بعد كده الدين العام برضو ما زال الخارجي بيزيد كرقم مطلقه ومن 79 لأتنين وتسعين برضو زيادة كبيرة ومن 92 لـ 108 وسبعة من عشر والسمادت دلوقتي هتلاقيها دلوقتي داخل على مية وعشرين ولا حاجة مليار دولار لكنه كنسبة من الناتج بدأ يقل بدأ يقل ليه كنسبة من الناتج بدأ يقل نتيجة ده اتفاع معدل النمو الايه الاقتصادي عشان برنامج الإصلاح الاقتصادي عايز يقلل نسبته من الناتج بس نخلي بالنا مؤشر خطير جدا ارتفاع حجب الدين العام الخارجي تمام ولكنه زي ما قلنا بدأ ينتجه الى انقفاض كنسبة من الناتج بداية من ايه من يونيو 2017 خدمة الدين اتكلمنا دلوقتي على الدين العام الداخلي والدين العام الخارجي وشوفناهم بالاركام مع بعض وتطورهم ازاي زادوا خدمة الدين دي معناها ايه معناها قصة الدين والفايدة يعني البابين الباب التالت في النفقات اللي هو فوائد الديون زائد اقصاط اقصاط الديون اللحان اجل سددها يبقى خدمة الدين دي عبارة عن ايه مجموح حاجتين الفوايد واللقصاط المدفوعة على الدين يعني الباب التالت ده الباب التالت في النفقات وده الباب التامن اللي اتنين دول طيب مع زيارة حجم الدين العام الداخلي والخارجي احنا استعرطنا دلوقتي الدين العام الداخلي والدين الخارجي وشوفنا ان هما في اتجاههم للزيادة وبالتالي هما لما يزيدوا الدين العام الداخلي والخارجي لما يزيدوا الفوايد والاقصاطها تزيد والفوايد والاقصاطها تزيد يبقى هتاكل من ارادات العامة للدولة اللي بتتدفع لفوايد والحاجات دي يبقى قبل ثورة يناير كان كان خدمة الدين دي كان تقدقه ستة وتلاتين وسبعة من عشرة في المية من ارادات العامة بتاع الدولة يعني كل مية جنيه بتدخل الموازنة تقريبا سبعة وتلاتين جنيه منهم بتروح لخدمة الدين لكن بص بقى في يونيو 2016 يونيو 2016 وصلت النسبة دي المية ونص في المية يعني ايه يعني خدمة الدين تجاوزت الارادات العامة يعني بقت كل الفلوس بتاع الدولة الارادات العامة تذهب الى خدمة الدين بس بقية الابواب الاخرى من النفقات بيتم تمويلها باكتراض جديد عشان كده كان الوضع ده لا يمكن الاستمرار في تحمله عشان كده الحكومة هنا كان ايه كانت لازم تطبق برنامج الاصلاح الاقتصادي والبرنامج الاصلاح الاقتصادي ده هدفه وضع الدين العام على مصار تنازلي واضح يمكن الاستمرار في تحمله طيب هنشوف من خلال الشكل التالي دي خدمة الدين العام في مصر بكراكا مطلق وكالزمة من الناتج بصوا معايا كده هنا في السنة المالية في يونيو الفين في يونيو الفين وعشرة يعني قبل ثورة خمسة على جناير كانت خدمة الدين الاستو الفايدة الاتنين مع بعض تمانية وحوالي تسعة وتسعين مليار جنيه اقل من مئة مليار بقى دي ايه في المية انا هنا نسيبهم للارادات العامة خدمة الدين العام في مصر كنسبة من الناتج وكنسبة من الارادات سوري كنسبة من الارادات العامة الرقم ده رقم مطلق وده النسبة اللي فوق ده نسبة من الارادات الايه العامة بدأ يزيد يزيد اهو لغاية ما وصل في يونيو الفين في يونيو الفين وستاشر يعني في تلاتين ستة عفين وستاشر وصلت خدمة الدين العام ربعمية تلاتة وتسعين وتمانية وعشرة مليار جنيه بنسبة كم في المية من الارادات الدولة مية ونص في المية يعني لو قلنا ان هي مية بس مية في المية معناها ان كل مية جنيه تدخل خزينة الدولة الحكومة بتحط عليها مص جنيه كمان يعني بقى مية ونص وتدفعها خدمة الدين بقية البنودة الانفاق اللي هي الأجور والدعم وشراء السلع والخدمات والمصروفات الأخرى والاستثمارات كل البنودة الأخرى تمول باقتراض جديد علشان كده فضل تزيد لغاية ما وصلت في يونيو بقى الفين وعشرين السنة دي في تلاتين ستة الفين وعشرين محتوط لها رقم قد ايه في الموازنة تسعمية اربعة واربعين وستة ورناشحة تسعمية خمسة اربعين مليار جنيه يعني داخل على تريليون ألف مليار ألف مليار جنيه خدمة الدين بس قصة الدين والفايدة عليه وده رقم كبير جدا 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 وده مشكلة مصر الحقيقية لأن المبالغ دي لما بتدفع للديون دي بتوزاحي من نفقاته الأخرى اللي هي نفقات التعليم والصحة والبنية التحتية الحكومة عشان تنصرف على التعليم والصحة عايزة فلوس الفلوس كلها ومعظمها رايحة لخدمة الدين عشان كده لازم نخفض الدين العام وعشان نخفض الدين العام لازم نخفض عجز الموازنة العامة للدولة خدمة الدين العام لازم التعليق ده إن خدمة الدين العام دي بتؤدي إلى زيادة النفقات العامة لأن هما في بابين خدمة الدين العام دول بابين باب الثلاث الفوائد الباب الثلاث الثامن اللي هي سداد القروط زي ما قلنا ونتيجة لذلك قدرة الحكومة محدودة بل معدومة في إمكانية زيادة بنود الإنفاق الأخرى زي الأجور والاستثمارات والتعليم والصحة لأن النفقات دي نفقات خدمة الدين العام بتحصل بتزاحم بقية بنود الإنفاق تزاحمها يعني بدل ما كنا نصرف على الصحة والتعليم بنصرف على خدمة الدين العام وفعلا حصل ده مع برنامج الإصلاح الاقتصادي حيث تم تخفيض بند الأجور والدعم لصالح خدمة الدين العام يعني الحكومة بتتخفض من المرتبات وتتخفض من الدعم عشان تسد فوائد الديون يبقى الدين العام ده أخطر مشكلة في تواجه مصر هي العجز الموزنة والدين العام أخطر مشكلة اقتصادية كده انتهت المحاضرة المحاضرة السابعة في المالية العامة واحتمال يكون فيه محاضرة تانية واحتمال ما يكونش فيه ممكن تكون دي المحاضرة الأخيرة هاشوف هتابع معاكم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته